اشتركوا في القناة ومدى الخليفة وله العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بضرورة جعل المواطن أولا في مختلف مسارات العمل الوطنية وأشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالنتائج المثمرة التي نتجت عن الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخرا بين السلطة التشريعية ومصرف البحرين المركزي بحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لبحث رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية وما سيترتب عليها من الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة وأكد معالي أهمية تعزيز مسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبناء على ما تحقق من تكامل في الأدوار بين السلطتين بما يخدم مسار العمل الوطني ويصب في مصلحة الوطن والمواطنين وأعرب معالي عن بالغ التقدير للجهود سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي من خلال التوصل إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية والإبقاء على نفس نسبة الفائدة كما هو متفق عليه مسبقا مع المقترضين اشتركوا في القناة